موضوعنا اليوم هو صعوبات تعلم الرياضيات أو ما يسمى ديسكالكوليا أو ما يسمى عسر الحساب معكم إنس الخير أخصائية نفسية تربوية من مجمع الأرز التربوي من قسم الدعم التربوي لحاول اليوم وضح تعريف الرياضيات وكيفية تشخيصه بيعاني الكثير من التلاميذ والطلبة من صعوبات في تعلمهم لمادة الرياضيات حيث تمثل هذه الصعوبة أكثر أنواع صعوبات التعلم شيوعا وغالبا ما تبدأ هذه الصعوبة في المرحلة الابتدائية وقد تستمر إلى المرحلة السنوية فما التعريف عسر الرياضيات؟ هي صعوبة محددة تؤثر على اكتساب المفاهيم الحسابية والمفاهيم العددية في ظل ذكاء طبيعي وبشدد على كلمة ذكاء طبيعي أهم مرحلة في أي صعوبات هي مرحلة التشخيص لحتى أن شخص صعوبات الرياضيات هناك أربعة مراحل أولا الزكاء ثانيا التشخيص النفسي ثم خصائص صعوبات تعلم الرياضيات واختبار تحصيل الرياضيات هذه الأربع خطوات هي أساسية لكي نقوم بتشخيص صعوبات الرياضيات ما هو التشخيص النفسي؟ حتى نبدأ بالتشخيص النفسي لابد من جمع معلومات من الأساتذة بشكل عام ومعلومات من أساتذة الرياضيات بشكل خاص جمع معلومات من ولي الأمر تحدث مع الطالب نفسه عند الضرورة ربما تطبيق بعض المقاييس الإسقاطية لنتوصل في النهاية إلى تكوين ملف خاص للطفل صحي نفسي اجتماعي يكون كمرئات لنا لننظر داخل الطفل دائما ما نكرر كلمة الزكاء عندما نتكلم عن صعوبات التعلم ولسيمة الزكاء الطبيعي نلاحظ أن فئة زوي صعوبات التعلم كتب تحتها فئة عاديون لأن تشخيص صعوبات التعلم يقتضي أن يكون الطفل زو زكاء عادي مثلنا بينما تحت هذه الفئة يصبح بطيئي التعلم وعلاجهم يختلف وفوقها المتفوقون وأيضا علاجهم يختلف ما هي خصائص طلاب زوي صعوبات التعلم الرياضيات؟ بمعنى كيف يواجهون مشكلة أثناء تعاملهم مع مادة الرياضيات المشكلة ليست بالبساطة التي نراها أنه لم ينجز تمرين هناك صعوبات الرياضيات تقسم إلى ست مراحل صعوبات الحساب اللفظية، العينية، المعجمية، الكتابية، المجردة والإجرائية وربما الطفل قد يعاني مشكلة في ست مراحل أو واحدة منهم عندما نتكلم عن اختبار تحصيل الرياضيات لا نتكلم عن مسابقة عادية هذه الاختبار يعد خصيصا لهذا الطالب يعتمد على أولا منهج الصف الحالي للطالب أهداف بلوم التي جرى تطبيقها وتحليلها في الصف ومنهج الصفوف اللاحقة السابقة عفوا لكي نتمكن من وضع اختبار ملائم للطفل الآن سنورد بعض النصائح عن كيفية تشخيص والتعاون مع صعوبات الرياضيات بداية أن التشخيص الصحيح هو أساس أي علاج لأن إعطاء الضواء دون معرفة المرض لا يؤدي إلى شفاء المريض ولا يمكن لأي إنسان أن يجري تشخيص للرياضيات فهو حكرا بالأخصائيين المناسبين في هذا المجال لأنه لا ينفع أن يقوم التشخيص بطريقة خاطئة ليس كل التلاميذ يعانون من نفس المشكلة وإن كان تشخيصهم أنهم يعانون من صعوبات تعلم في الرياضيات فربما هذا التلميذ يعاني صعوبة في العمليات الحسابية المجردة وهذا في اللفظية هذا يعاني بعض الاضطرابات في بعض الوظائف التنفيذية وهذا لا هذا لديه مشاكل نفسية هذا كنت تم تنقله من صف إلى صف هذا كنت تم نقله من مدرسة إلى مدرسة لا يشفى الطالب الذي لديه صعوبات تعلمية لأن صعوبات التعلم هي ليست مرض حتى يتم الشفاء به هي اضطراب في الجهاز العصب المركزي إنما يتأقلم مع حالته في حال تلقى المساعدة اللازمة منذ الصغر أو بمجرد ما ظهرت المشكلة حتى نتمكن من احتوائها لأن عملية تعلم الرياضيات كباث العلوم هي عملية نمائية كل درس يعتمد على ما سبقه من دروس وهكذا إن شاء الله سأتكلم في المرحلة اللاحقة عن العلاج وشكرا